تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله نظمت كلية البحرين للمعلمين حفلة تخريج الفوج الثالث عشر من طلبتها البالغ عددهم ثلاثمائة وتسعة عشر طالبا وطالبة نعم وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمنا جامعة البحرين وعدد من المسؤولين الأكاديميين وأولياء الأمور لطالما كان ولا يزال العلم والمعلم عمادة الأمم ونهضتها ولولا المعلم لمارست دعائم العلم في مجتمع أساسه التطور واستراتيجيته النماء بفضل أجيال متعاقبة تحمل في طياتها النجاح والإنجاز لنيلهم الشهادات في مختلف البرامج الأكاديمية ويؤكد ذلك تخريج الفوج الثالث عشر من كلية البحرين المعلمين هذه الكلية التي تسخر بمخرجاتها العلمية المتطورة منذ تأسيسها حتى يومنا هذا باعتمادها أفضل الممارسات الدولية التعليمية طبعا كليات البحرين المعلمين هي واحدة من أهم الكليات الوطنية في مملكة البحرين وتجسد رؤية سيدي جلالة الملك المعظم في إعداد المعلمين بالشكل الملائم وتحظى أيضا بالدعم والرعاية من الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي وللعاهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله طبعا حفلة تخرج اليوم يؤكد التزام الكلية والتزام جامعة البحرين بإعداد أفواج متوالية من المعلمين البحرينيين القادرين على الأداء الجيد لرسالة التعليم في الميدان التعليمي واللافت طبعا من خلال مختلف الأفواج التي تخرجت من هذه الكلية المستويات المتقدمة للمعلمين وخصوصا في استراتيجيات التعليم والتعلم وطبعا الكلية حرصت خلال الفترة الماضية على إبرام عدد من الشراكات مع كبرى المؤسسات التعليمية على مستوى العالم منها جامعة بوستن واليوم بات متاحا للكلية وليخريجيها في الواقع الحصول على الماجستير في إدارة تربوية والإدارة التعليمية من كلية التعليم في جامعة بوستن بالإضافة إلى عدد كبير من المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليم العالي المختصة في التعليم على مستوى العالم التي باتت لها اليوم شراكات مع كليات البحرين المعلمين اليوم شاهدنا الحفل رقم 12 من سلسلة احتفالة جامعة البحرين بتخريج الفوج 26 وباحتفاليتنا كذلك بتخريج الفوج 13 لكلية البحرين للمعلمين بتخريج كوكبة من المعلمين والمعلمات اللي هم جاهزين الآن للانضمام إلى الجهاز التعليمي في وزارة تربية والتعليم وليخدمون إن شاء الله مدارس البحرين نحتفل بتخريج كلية البحرين للمعلمين ونحن فخورون بكل إنجازات الطلبة الذين عملوا بجد خلال الخمس سنوات الماضية فقد تمكنوا من تنمية مهاراتهم وقدراتهم ليصبحوا معلمين ومعلمات متمكنين وهم الآن مستقبل التعليم في مملكة البحرين مشاعر من الفرح والفخر عاشها الطلاب في يوم تخرجهم الذي باتوا ينتظرونه منذ سنوات دراستهم الأولى ليعيشوا هذه اللحظة معبرين عنها وعن رحلتهم الدراسية التي لازمتها العزيمة والإصرار أنا سعيدة جدا 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 باللي وصلت له طبعا أخذت امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في دبلوم العالي في التربية وهذا إنجاز جديد يضاف إلى إنجازاتي وطبعا أنا أطمح لأن أنا أدرس دراسات علية زيادة وأضيف إنجازات أخرى لإنجازاتي اليوم شعوري جدا لو يوصف شعور بالفخر شعور بالسعادة وبنسبة تخرجي أهدي لأمي وأبوي الداعم الأكبر لي طول مشوار الدراسي طبعا أنا أول شيء يعني أنا أحس بفراح وسعودة سعوري يعني كبيرة خصوصا بعد أن نتخرج من جامعة البحرين للأخذ كريات المعلمين وويد حوث بفخر وطبعا يعني أهدي هالتخرج الأخذ حق أمي وأبوي وأهلي وهم كونوا الدعم الأولي صراحة يعني كونوا وقفين معوا يعني في هالرحلة الصعبة ذي الحمد لله الحمد لله اليوم تخرجنا وتخرجت بشهادة باكاليريوس تخصص الإنجلينزي أهدي تخرجي حق أمي وأبوي وحق الدكاترا وحق كلها زوتا ذاتنا وإن شاء الله الله يوافق الجميع أول شيء سعيدة بتخرجي اليوم في ذي الحفل الحلو وأشكر وزير التربية والتعليم على تشريف الحفل جامعة البحرين وطبعا هذي كانت نقطة البداية حق أننا نحن نحقق إنجازاتنا سعيدة جدا بتخرجي اليوم وصراحة شعور موايد حلو ونشتحقق الهدف من أهدافك وأهدي فرحتي وسعاتي حق والديني وطبعا دكاترة الجامعة وأشكر جامعة البحرين على الجهود المبذولة منهم وإن شاء الله من هنا الأعلى سعيدة جدا بالحصالة اليوم شهادة دبلوم عالي في التربية اللغة الإنجليزية والحمد الله على هذه الانجاز وحب واشكر رمي وابوي وقائمين على هذه العمل الجميل والتنظيم وحب واشكر جامعة البحرين وكلية المعلمين كلية البحرين للمعلمين مستمرة في تقديم برامجها الأكاديمية المطورة وأن تحقق رؤيتها ورسالتها نحو تخريج كوادر مؤهلة ترفض بها المدارس الحكومية والخاصة بفضل ما تتبعه الكلية من تطوير مهارات خريجيها على أن يكونوا مؤهلين وبقدر عال من الكفاءة تشهد كلية المعلمين تخريج الفوج الثالث عشر من طلبتها مع استمرار توسع الكلية في مدخلاتها وبرامجها لبناء منظومة تعليمية عصرية تواكب التحولات العالمية وتلبي حاجة هذا الوطن من الكوادر والكفاءات المؤهلة لدعم مسيرة النماء والعطاء إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين